اشتركوا في القناة وطول ما انت معدي عليها بتبكي وفي حجرها العيل الصغير نايم بيلعب وربما يكون مش ابنها ولا لها علاقة بيه اصلا لكن هي وقدها تتسول به على نفس طريقة الست دي اللي كان بتقعد في شرع الاصر النيل السيسي بيعمل نفس القصة بالزبط السيسي متسول السيسي بيستغل اي حاجة في مصر ست راجل منتخب ويتسول به هفكرك باول حاجة او من ضمن الحاجات اللي تسول به يتسول بها السيسي عطف المصريين وحبهم لما جاب واحدة اسمها مونة مونة واحدة من شعب مصر الغلبان الشقيانة استضها السيسي بكامرة عمر اديب عشان يتسول بها حب المصريين هفكرك لما السيسي حاول يتسول بالست الغلبانة دي ويعمل نفسه انه كيوت قوي وانه مؤدب جدا وانه بيكسف وخجول وبيخبط على التلاجة قبل ما يجيب منها مية وجاب لها العربية اللي كله ده طلع في شنك المشهد ده كان ضمن مشاعر التسول اللي السيسي حاب يكسب بيها عطف الشعب المصري عشان يباني انه قدي ايه راجل حاسس بالشعب المصري بنفس طريقة مونة وعلى نفس النهج ده عبد الفتاح السيسي عارف ان الكرة عند المصريين حب جارف شعبية رهيبة جدا للكرة حب السيسي يتسول عن طريق المنتخب حب المصريين فاجتمع بالمنتخب مرتين مرة في حفلة عامة بعت وجابوله كل اللعيبة بكبر بكله ومجدي عبدالغني بالزيطة والزنبليطة عشان السيسي يتصور معهم ويوقفهم كده زي الطلبة الممتزين وهو يوقف يديهم محاضرة ومرة تانية كانت في أصل الاتحادية وأفكرك ادي مرة منهم لما السيسي ويف معهم اهو جابهم في أصل الاتحادية عشان يعمل بيهم منظر على نفس طريقة الست مونة الله يمسيها بكل خير ودي كانت حفلة تانية يعني دي حفلة فاكرين الحفلة دي لما وقفهم كلهم بعتوا جابهم لكلهم عشان السيسي يكسب عليهم بونت ويقف يديهم محاضرة في الأخلاق والأدب بنفس طريقته العقيمة السمجة المملة بنفس الطريقة دي خدهم السيسي برضو أو استقبلهم في أصل الاتحادية لكن في الحفلة دي السيسي قال جملة مهمة جدا قال على كاس العالم ان احنا ممكن نجيبها ممكن نكسب هفكرك كده؟ لكن اللي يهمنا هنا في اليوم دوت ان احنا بنقول ان مصر شريك وحتشارك ان شاء الله في المسابقة دي ما فيش حاجة بيدعى عن ربنا ما فيش حاجة بيدعى عن ربنا النتيجة بتاعة الكورة وبعد كده يعني لو اجتمع المصريين بحبهم وبإخلاصهم وبدعاهم دعاء حقيقي حقيقي الدول والعالم بيخطط بيخطط لكل حاجة بيخطط لأي حاجة بيخطط لكل مشروع لكن احنا عندنا داخلين كاس العالم ارتجال والدعوات وأمنيات واعلانات ودعوات الغلابة والمساكين في مصر هي دي خطة السيس الارتجالية خطة لا تعتمد على اي شيء علمي غير الدعوات والأمنيات والفنانين وارتجال في ارتجال كانت النتيجة بعد ده كله ايه بقى ان مصر تخسر النهاردة الماتش التالت ليها مصر خسرت قدام السعودية اتنين واحد مصر محمد صلاح يسجل من جديد ومصر تخسر امام السعودية في اخر لقاءات المنديال مصر النهاردة خسرت في الديئة تسعين او خمسة واربعة وتسعين خسرت اتنين واحد لكن مش قضية دي مش القضية اي فريق في الدنيا ممكن يلعب ويكسب بس يلعب 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 لكن في النهاية لما تتفرج علماتش النهاردة تكتشف ان مصر لا لعبت ولا عملت اي حاجة وبالعكس والشهادة لله ان المنتخب السعودي النهاردة كان رائع الفريق السعودي النهاردة لعب بجد لعب رائع الفريق السعودي النهاردة يا جماعة كان بيلعب بمنهج وخطة ولعيبة وحماس وقوة انما المنتخب المصري ما كانش بيعمل اي حاجة كنا بنلعب بخطة واحدة بس خطة عبدالفتاح السيسي الدعوات والامنيات النتيجة بعد كل ده ان مصر طلع حصالة المجموعة حصالة يعني الفريق اللي اتهزم ودخل فيه اكبر كمية من الاهداف وكمان متعدلش ماتش واحد مصر طلع بلا شيء لكن الكويس قوي ان احنا بقى عندنا رقمين في القصة دي اولا محمد صلاح بقى هو خد احسن لعب في المباراة وده شيء كويس تاني مرة الشنوية خدها في اول ماتش ومحمد صلاح خدها تاني ماتش وعلى طريقة الشنوية محمد صلاح برضو رفض يستلم الجايزة لانها من شركة خمور محمد صلاح يرفض التصوير مع جائزة الافضل لاعب بمباراة السعودية لان يقال برضو انها من شركة خمور رفض محمد صلاح نجم الانتخب الوطني وفريق ليفربول انجليزي التصوير مع جائزة افضل لاعب في مصر والسعودية بالجولة الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة كاس العالم جاء رفض محمد صلاح بسبب تقديمها برعاية احدى الشركات الخمور وهو نفس الموقف اللي فعله الشنوية الحقيقة انا زعلان والحقيقة انا كتفرجت على ماتش النهاردة شفت ماتش النهاردة وشجعت ماتش النهاردة الحاد اخر دقيقة لكن طول الوقت وكتباس على نفس ايه الخطة اللي بيلعب بيها كبر الدعوات والامنيات يا رب والحاجات دي وكأننا هنفتح عكة وفي الاخر ماتش كورة لكن شفت كمان فريق السعودية خليني بس احي فريق السعودية بجد السعودية النهاردة اللي عبت افضل ماتش لها وبصرف النظر عن تركي او شوات الزبالة اللي في النص بيننا وبين السعودية لكن منتخب السعودية يستحق التقدير النهاردة في مباراة النهاردة هارد لك للفريق المصري وانا زعلان مش على اللعيبة اللعيبة بتاخد ملايين وبتتصور وبيسافروا انا زعلان على المساكين اللي كانوا قاعدين في مصر او قاعدين في اي حتة على كافية أو حتى في البيت وبتفرجوا على الماتش وجالهم خيبة أمل لدرجة أن لعب كبير قديم في الزمالك اسمه عبد الرحيم محمد تجيله سكتة قلبية في مبنى لزعوا التلفزيون بعد نهاية الماتش اللاعب ده جاته السكتة لأنه كان قاعد ماسك كلام السيسي على نفس الطريقة بيدعي ومتشنج قوي فجيله أزمة قلبية عبد الرحيم محمد للي ما يعرفهوش لعب كرة كويس جدا أنا شفت عبد الرحيم محمد الله يرحمه وبيلعب لكن صعب علي النهاية بتاعته الغريبة دي كم واحد نجى من مصير عبد الرحيم محمد كم واحد مصري النهاردة جاله إحباط رهيب من اللي شافه في المنتخب المصري خلينا نشوف واحد من دول وهو بيعلق أو بيشتم الفريق المصري نشوف الشاب ده كده محمد صلاح بس ناخد محمد صلاح تازل لشعب مصر معلش احنا لسه صغيرين ده اللي عمل محمد صلاح النهاردة جناح المنتخب الوطني بيقول على النتائج المخيبة في تصريحات تلفزيونية اعتزل للجماهير المتابعة لنا الجماهير اللي تزحفت لروسيا من أجل مسندتنا مشان منتخب مصر أغلبه لعبون صغار بالسن وليس لديهم الخبرات وهذا أول احتكاك لنا بكس العالم طبعا اعتزار ملوش أي ثلاثين لازمة ومحمد صلاح مسؤول عن القصة دي في نهاية هو واحد من الفرقة لكن انتوا ليه مسكين في رائبة كوبر قوي كده بصوا على اتحاد الكرة كله بصوا على هانيا بوريدة ده مش أول صفر ياخده هانيا بوريدة هانيا بوريدة ده بتاع صفر المونديال بصوا على كرم كردي الحرامي اسكندراني انتوا عارفينه وبتوقع اسكندرية عارفين كويس قوي مين كرم كردي بصوا على تشكيلة اتحاد الكرة كلها اسألوا مجدي عبدالغني لما كان بيقول هفضح الملفات هفضح الفساد اسألوا الناس دي عن الجهاز كله بتاع اتحاد الكرة عشان تعرفوا ان كلهم شط حرامية وعشان تعرفوا كويس قوي ان السيسي بيرعى الحرامية في البلد لكن بيحرق دم الشعب كانت النتيجة ان اللوتوبيس وهو ماشي في شوارع روسيا الجمهور المصري اللي كان في روسيا الحقيقة شتم اللعيبة شتيمة وحشة جدا احنا هنقرض الفيديو وبنعتذر عن الالفاظ اللي فيه فين بقى السؤال فين فنانينا بقى فين الفنانين بتوعنا اللي سافروا مدام فيفا عبدو ومدام بوسي الشلبي وشوات المميوات اللي سافروا دول فين دول بقى من تشجيعهم ويا ترى قراءهم ايه والسؤال الاهم اللي لازم نسأله نفسنا يا ترى جاء الوقت للفنانين انها ترجع الفلوس بتاع السفر لانها مش فلوسهم مدام الأميس الحديدي اللي كانت بتحاسب الدكتور مورسي بتسعة تلاف جنيه بط يا ترى ترجع بقى هيا فلوس سفرها فين بقى فنانيننا وفين الاعلانات وهلا هلا على الفلينة فين شوات الاعلانات اللي الزفوهم في الاعلانات فياصدي في رمضان وكان الاعلان بيزع 200-300 مرة في اليوم هلا هلا على الفنينة وشجع بروح الفنينة السؤال اسهل حاجة في الدنيا انك تغسر في الكرة ممكن تقوم تاني كان فيه شاعر بيقول ان النصر والهزيمة في الحياة شيئا كذبا فالنصر اللي لم تحسن استغلاله ينقلب الى هزيمة والهزيمة اذا حاولت ان تتغلب عليها بالصبر والمران وقوة الارادة تنقلب الى نصر النصر والهزيمة في الكرة عادي جدا وعلى رأي المنايفة اكم من فرقة هزمت بالخمسات لكن رجع التاني قوة انما الهزيمة في الحياة هي الاهم اسهل حاجة انك تقيل كوبر ويتمشي وده اللي عملوا اتحاد الكرة المصري بقيادة الحرام مهان يا بريدة تسريح الجهاز الفني للمنتخب الوطني لا معلش سوري قبل ما تسرحوا المنتخب ده قبل ما تسرحوا قرر مجلس اتحاد الكرة برئاسة الحرام مهان يا بريدة تسريح الجهاز الفني للمنتخب الوطني بالكامل اللي فيه احمد ماجي بقى والقصة دي عقب الخسارة اللي اتعرض لها الفريق عن المنتخب السعودي وكذا كذا جاء قرار مجلس الجبلاية بالاجماع لسيما ان الخسارة امام السعودية هي السالسة المنتخبة الوطن المنديل السؤال بقى هو الاخ كوبر كان بياخد كان في الشهر حد يقول لنا الفلوس دي بتاعت مين طيب ما يرد بقى جزء من الفلوس لكن السؤال الاهم الفضايح اللي ورا اتحاد الكورة اللي لازم يتحاسب عليها انا لا اعتقد ان محمد صلاح يدري في تحقوقه بعد اللي شافه لكن اسأل سؤال لمجد عبدالغاني فين الفضايح اللي انت وعدتنا بيها السؤال النيابة الادارية الفلوس اللي رحت لاتحاد الكورة اللي حرق بيها ملايين المصريين دي نحاسبوا عليها بقى نعمل كشف حساب سهل جدا عزيز المواطن المصري انك تخسر في الكورة واتدرد نار الجماهير بانك تقيل كبر وتجيب واحد تالي ده اللي بيحصل في مصر من زمان لكن السؤال بقى الفشل في مصر النظام لما بيفشل مش برضو مفروض يمشي